اهلا بكم مجددا في حصة مغاربية رفضت الهيئة الوطنية للمحامين في تونس إحالة محامين ومدنيين إلى القضاء العسكري في قضايا جرى تحريكها بعد إعلان التدبير الاستثنائية في البلاد الهيئة ذكرت في بيان لها أن مثول مدنيين أمام المحاكم العسكرية يتنافى مع شروط المحاكمة العادلة كما اعتبرت أن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق محام قبل الاستنطاق وتلقي دفاعه فيه خرق للقانون ومث بقرينة البراءة وحق الدفاع ورغم ذلك شددت الهيئة على أن المحامين ليسوا فوق القانون لكنها أكدت على حماية حقوق المواطنين وسلامة الإجراءات القانونية ويحقق القضاء العسكري مع اثنين من المحامين على الأقل أحدهما نائب في البرلمان بسبب مناوشات وقعت مع أمن مطار قرطاش الدولي في مارس الماضي بعد منع سفر امرأة إلى تركيا لدواع أمنية مرتبطة بالإرهاب جدل جديد تشهده الساحة التونسية إثر إعلان الهيئة الوطنية للمحامين رفضها إحالة عدد من المحامين ومدنيين على القضاء العسكري معتبرة الهيئة ذلك أنه يتنافى مع شروط المحاكمة العادلة كما شددت الهيئة على أن المحامين ليسوا فوق القانون ويرى متابعون أن موقف الهيئة يأتي ضمن المخاوف من المساس بالحقوق والحريات الهيئة الوطنية للمحامين قد قدمت نوعا من التنازل عندما قبلت بمحاكمة شهداء وجرحى الثورة أمام المحاكمة العسكرية وأسرارها الآن على عدم عرض محامين أو مدنيين بصفة عامة أمام القضاء العسكري فيه كثير من التخوف على الحريات لكن يمكن تفسيره قانونيا أيضا بأن البلاد تعيش حالة التوارع منذ 2011 وتعود أسباب إحالة عدد من المحامين أمام القضاء العسكري بخصوص القضية المعروفة إعلاميا بغزوة المطار في شهر مارس الماضي إذ وقعت مشادات بين نواب ومحامين محسوبين على ائتلاف الكرامة وقوى الأمن في المطار للضغط على السلطات لسفر إمرأة يشتبه بتورطها في قضايا إرهابية وهو ما أثار حالة من الفوضى داخل أروقة مطار قرطاج الدولية وانتقادا واسعا على الصعيدين السياسي والشعبي في ظل الحديث عن المساس بهيبة الدولة ما حصل في شهر مارس الماضي تجاوز الخطوة الحمر لأن هناك واقعة أقدم لانتهاك المطار لكن هذه المرة هناك مس بهيبة المؤسسة كمؤسسة سيادية وتم تجاوز القانون للأسف لم يسمح المناخ السياسي ربما لاتخاذ الإجراءات القانونية في الإبان لكن اليوم بعدما حصل في 25 جوليا أصبح ممكنا فتح الملفات ومحاسبة كل من أخطأ وخلال الأيام القليلة الماضية أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بسجن أحد المحامين على خلفية قضية المطار ما بين إحالة محامين ومدنيين أمام القضاء العسكري وموقف الهيئة الوطنية للمحامين تؤكد مؤسسة الرئاسة التونسية على ضمان الحقوق والحريات في البلاد ياسر دبابش الغد تونس ومن تونس ينضم إلينا علي بدوي الخبير في الشؤون القانونية والدستورية أهلا بك معنا سيد بدوي في حصة مغاربية أولا ما مبررات أن يحال مدنيون ومحامون للقضاء العسكري بينما القضاء المدني موجود وهو كذلك حقيقة بعد إحالة أحد المحامين على القضاء العسكري في شكاية تقدمت بها مجموعة من النقابات الأمنية المحصوبة على أمن المطار تقدمت الحادثة تعود إلى مارس 2021 المعروفة بأحداث المطار وكل ما جد وهو معلوم للجميع هناك شكاية تقدمت في الأيام السابقة لمارس 2021 لدى القضاء العدلي تم فتح بحث تحقيقي من صرف السيد وكيل العام لدى محكمة الاستناف لدى القضاء العدلي وتم مباشرة الأبحاث لكن بعد ما جاء من أحداث 25 جوليا تم إداع هناك شكاية ثانية من طرف نفس النقابات لدى القضاء العسكري في تاريخ 31 جوليا 2021 تم تعهد بها من طرف القضاء العسكري وتم إصدار مناشير تفتيش في مرحلة أولى لكن هل هذا مبرر؟ سيد بدوي هل التدبير الاستثنائية في تونس تبرر أن يتم محاكمة مدنيين ومحامين أمام قضاء عسكري؟ هو المجلة المرافعات والعقوبات العسكرية منذ 1989 موجودة ويتم العمل بها ولكن محكمة المدنيين والمحامين خاصة أمام القضاء العسكري حقيقة سابقة ولا يمكن بالتالي حكمة هؤلاء إلا أمام القضاء المدني باعتبار أن القضاء العسكري هو محدد لاختصاص أن يكون النزاعات ناشئة بين عسكريين فيما بينهم أو أن يكون أحد أطراف النزاع سفته كعسكري وجملة الجرائم التي وردت بمجلة العقوبات والمرافعات العسكرية واضحة خاصة في انتهاكية الجيش والمسل من صمعة الجيش والفرارم الجندية وما إلى ذلك ولكن أن يتم محكمة المدنيين والمحامين فيما يتعلقوا بحرية الرأي والتعبير والنشر وكل ذلك حقيقة لا يمكن توفير كافة الضمانات الحقوقية والقانونية لمحكمة هؤلاء أمام القضاء العسكري الذي هو محدد لاختصاص والذي يمكن أن يكون الخصم والحكم في نفس الوقت باعتبار أن أحد الأطراف سيكون صفته عسكرية إذا ما استمر القضاء العسكري في النظر وفي تتبع هذه القضية وفي مثول المحامين أمامه في هذه القضية كيف سوف تكون التداعيات في ظل رفض الهيئة الوطنية للمحامين استكمال هذه المحاكمة أمام قضاء عسكري الهيئة الوطنية للمحامين كانت واضحة في موقفها وفي بيانها الذي صدر مؤخرا وهو عدم محاكمة أي محامي أو الزميل أمام القضاء العسكري وخاصة أنه هناك سبق للتعاهد من طرف القضاء المدني هناك إجرائيات ربما أكيد أن الإجرائيات ستكون قانونية وذلك في الطعام في مثل هذه التعاهد باعتبار أمام دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس والذي ستنظر في هذا الطعام المتعلق بنظر قاضي التحقيق العسكري في قضية المطار والتي خاصة فيها محامي وليست له صفة السياسي بل هو في إطار القيام بعمله مرسوم المحامات واضح أنه لا يمكن أن يتم محاكمة المحامين في إطار عملهم إلا بعد إجرائيات شكلية وإجرائيات قانونية السابقة لم تتوفر في قضية الزميل المحال إضافة إلى أنه تم إزار بطاقة الإداء دون الاستنطاق والفصل 80 واضح أنه يمكن لحاكم التحقيق بعد استنطاق المتهم إزار بطاقة الإداء حاكم التحقيق لم يستنطق الزميل أزدر بطاقة إداء في عدم احترام الفصل 110 من الدستور لكن في المقابل سيد بدوي في المقابل رئاسة الجمهورية تكرر دائما في خطاباتها وبلغاتها بأنه لا مساس بحقوق الإنسان والحريات والقانون والدستور أين ما يقوله الرئيس سعيد فيما يحصل الآن وهو كذلك عدم المساس بالحقوق والحريات وهذا هو جوهره أن تتم محاكمة مدنيين معها وكانت من سابق هناك قضية الصحف جامل العرفوي في مقال نشره بأحد الصحف تم محاكمته أمام المحكمة العسكرية عديد المدونين تم محاكمة أمام المحاكمة العسكرية أخيرهم سياسيين في مقالات أخيرهم السياسي ياسين العياري تم محاكمته أمام المحكمة العسكرية من أجل المس من صمعت المؤسسة العسكرية هل يشي هذا بأن الرئاسة الجمهورية تفق أكثر في القضاء العسكري وبأن القضاء المدني ربما يحتاج إلى عملية غربلة وتنظيف أكثر خصوصاً بالنسبة للولاءات السياسية التي كانت حاصلة في السابق هذا هو الرئيس الجمهورية كان واضحاً في عديد اللقاءات التي تحدث فيها حقيقة وجه لوم ربما في بعض الأحيان كان شديداً نحو القضاء المدني القضاء العدلي واعتبره أنه يتواطأ في حماية السياسيين في حماية أصحاب النفوذ خاصة في المجال المالي والسياسي وثقته أكثر ربما في القضاء العسكري ولذلك فأنه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ونعلم أن العسكريين حقيقة يؤتمرون بالأوامر وهو قضاء خاصة قضاء التعليمات وقضاء تنفيذ التعليمات والأوامر ربما رئيس الجمهورية ثقته أكثر واضحة في القضاء العسكري لذلك بعد 25 جولي لاحظنا تتالي المحاكمات أمام المحاكمة العسكرية والتي خاصة أخذت بعهدتها قضايا مدنية منشورة أمام المحاكمة العدلية أختصت بها وذلك خطورة حقا للمجال الحرية من تونس علي بدوي الخبير في الشؤون القانونية والدستورية شكرا جزيلا لك